السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يحتاج الجسم تقريبا 1 ملغرام من فيتامين بي واحد اللي هو الثيامين وخلينا نشوف مع بعض شو الأطعمة اللي بتوفر فيها حتى نتحصل على هذه الكمية يومية أول شيء معنا بذور الكتان كل 100 غرام من بذور الكتان تعطينا 137% أو 140% من حاجة جسمنا من فيتامين بي وان يعني أكثر مما يحتاج الجسم بكثير وهل تصلح هذه البذور للحلوين السكريين اللي دمهم زي العسل نعم تصلح وما عليها أي غبار طيب كيف الواحد بده يتحصل عليه وماذا يعني كيف مين بده يبعد يأكل بذور كتان 100 غرام أو 100 غرام أو 50 غرام كل يوم في عدة طرق لكن راح أعطيك إن شاء الله أفضل طريقة اللي بجربها واللي بستخدمها أنا مشهور في الهند وفي الدول المجاورة إلها ودول جنوب شرق آسيا شيء بيسموه اللادو ما بعرف إذا مشهور عندنا في الوطن العربي ولا لا لا أدري لكن هذه عبارة عن كوريات بيستخدموها كحلويات مدخلين فيها اللي هي بذور الكتان وخلينا نشوف مع بعض شو المكونات وكيف إنك ممكن تعملها بلزمنا 50 غرام من بذور الكتان المطحونة هذا 50 غرام أول شيء من بذور الكتان المطحونة بعد هيك بلزمنا تقريبا 150 زي ما بدك 150 غرام من دقيق اللوز وإذا بتقول دقيق اللوز مثلا سعره مرتفع ممكن تستخدم دقيق آخر اللي هو دقيق الترمس لكن ما نستخدم الدقيق الأبيض بلزمنا معلقتين كبار سمسم أو معلقه نص زي ما بدك براحتك يعني والسمسم مش مضر ومفيد جدا وبلزمنا شوية قرفة مطحونة وشوية رشة أو رشتين جوز الطيب وبلزمنا السمن البلدي هذا كله طبعا دقيق الترمس هذا أو الترمس لازم يكون مطحون يعني ممكن تنجعه وبعد ما ينجع تطحنه بالخلاط ويصير ناعم وبتمزج هذا الخليط كله مع بعض مع سمن بلدي وبتعجنه لما يصير عجين جاهز بعد هيك بتحطه في صنية وبتحطه بالفرن لغاية ما ينضج واستمتع لو أكلت حبة حبتين كل يوم ما في أي مشكلة وطعمها لذيذ وبالتالي إذا بدك تتسويها أكثر حلاوة زود كمية القرفة اسمحوا لي قبل أن أكمل أن أشكر إخواني وأخواتي أفراد عائلتنا أبطالنا متحدي وقاهري سكري أشكركم من أعماق قلبي وأشكر أيضا كل من سينضم إن شاء الله يأتي بعده على القائمة الفول السوداني أو الفستق السوداني هذا الثاني على القائمة كل 100 غرام من الفول السوداني أو الفستق السوداني تعطيك 52% من حاجة جسمك اليومية لكن إخواني وأخواتي بحب أن أقول أنه ممكن تكون أنت بتاكل كميات كافية من فيتامين بي واحد لكن أنت عندك مشكلة في امتصاصه فلازم تفحص وتشوف هل في مشكلة في امتصاص أي فيتامين مش بس فيتامين با واحد أو معادن معينة لازم تشوف بالأول لكن بنرجع و بنقول الميتغرام من الفستق السوداني تعطينا 52% من حاجة جسمنا من فيتامين بي واحد وهل يصلح للحلوين طابعا طابعا يصلح للحلوين ما في مشكلة لكن ما نكثر منه لأنه عنده مرات بسبب مشاكل في الهضم أو شغلات زي هيك للي عنده حساسية للي عنده هاي الأمور فننخفف منه أما بالنسبة للسكريين الحلوين اللي يجبهمهم زي العسل فهذا مسموع واللي بده يعرف معلومات أكثر عن الفول السوداني هذا الفيديو موجود في القناة في اليوتيوب بإمكانكم مشاهدته اللي بعده سمك السلمون كل مئة غرام من السلمون تعطينا تقريبا من ثمانية وعشرين إلى ثلاثين بالمئة من حاجة جسمنا من فيتامين بي واحد وطبعا مسموح للحلوين اللي دمهم زي العسل ما عليه أي مشكلة ورح أذكر نسبة اليوريك أسد للناس اللي عندهم ارتفاع في حمد اليوريك رح أذكر الكمية إذا كانت مرتفعة أو قريب من المرتفعة يقولون أنه مسموح لغاية أربعمية أنا أقول لا خليك في السليم لا تتناول أي شيء أكثر من مئتين مئتين وخمسين بالكثير كحد أعلى مئتين وخمسين مئتين وستين أربعمية بيكون عالي كثير هذا فما تأخذ منه هذا اليوريك أسد اللي موجود فيه كل مئة غرام فيه مئة وخمسين ميليغرام يعني سليم ما فيه أي مشكلة اللي بعده تيجي الكبدة الكبدة بكل أنواحها كبدة البقر كبدة الغنم كبدة الجمال الدجاج هذه غنية بالمواد المغذية والفيتامينات والمعادن ومنها فيتامين بي واحد مئة غرام من الكبدة تقريبا بتعطينا ستة وعشرين بالمئة من حاجة جسمنا من فيتامين بي واحد وأيضا ما فيها مشكلة للحلوين السكريين ما فيها أي مشكلة عندها مشكلة واحدة حمض اليوريك مرتفع مئتين وخمسة وخمسين وأحيانا بصل مئتين وثمانين وأحيانا أربعمية يعتمد على نوع الحيوان يعني فنخفف منها وما نكثر منها يعني مرة بالأسبوع ما عليها غبار خاصة أنا بتكلم للناس اللي عندها اليوريك أسد مرتفع يتخفف ما تكثر منها بعده المسلز اللي هي بلح البحر المئة غرام تعطينا خمسة وعشرين بالمئة من حاجة جسمنا اليومية ومسموح للسكريين وحمض اليوريك اللي موجود فيه فيه تقريبا ثمانين ميل غرام عنا أيضا الفاصولية كل مئة غرام تعطينا ثلاثة وعشرين بالمئة من حاجة جسمنا اليومية من فيتامين بي واحد بالنسبة للحلوين السكريين اللي دمهم زي العسل نتناولها باحتياط ليه لأنه المئة غرام هذولة خمسة عشر غرام سكر ثلاث مكعبات ثلاث ملاعق سكر فناكل بحضر يعني ما تتعدل خمسين غرام ولما تاكل خمسين غرام تعرف أنه انت دخل لجسمك سبعة ونص أو ثمانية غرامات من السكر فعليها حذر ولازم ندير بالنا عشان هيك أنا حطيت الصح أصغر شوية من الصح اللي قبله فندير بالنا لما نتناولها البقوليات بشكل عام تقريبا كل البقوليات الجافة هاي لا ينصح بها للإنسان اللي عنده مشاكل مع الكلام وإذا حاب تعرف معلومات أكثر عن الفاصولية الفيديو موجود في قناتنا في اليوتيوب بإمكانك وبإمكانك مشاهدته وأقترح لأخواني وأخواتي الحلوين اللي دمهم زي العسل بدأ ما تاكل الفاصولية الناشفة البيضة لا تناول الفاصولية الخضرة ما عليها غبار ولكنها أقل شوية فيتامين بي واحد لكن من الضل أفضل من من تناول الناشفة اللي فيها نسبة عالية من السكر عنا كمان البازيلا 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 أو البسلة أو الجلبانة هاي برضو موجودة وفيها كمية ممتازة من فيتامين بي واحد كل مائة غرام من البازيلا بعطينا تقريبا 22% من حاجة جسمنا من فيتامين بي واحد وبرضو صح صغير عشان السكريين هل مسموحة؟ مسموحة لكن بتحفظ لأنه كل مائة غرام فيهم ملعقتين أو مكعبين من السكر فما يتعدى أقلك 50 غرام من البازيلا بتكون أخذ تقريبا 10% من حاجة جسمك اليومية وما دخل من فيتامين بي واحد وما كثرت من أكل السكر وأيضا فيديو البازيلا موجود في القناة بإمكانك مشاهده هاي غير متوقع صح؟ لا فيها كمية ممتازة البامية فيها كمية ممتازة من فيتامين بي واحد كل مائة غرام تعطينا 17% من حاجة جسمنا اليومية وهل مسموحة للسكريين؟ طبعا وطبعا وطبعا وأيضا هذا فيديو البامية اتفضل وشاهده وشوف قديش فوائد البامية لصحتك ولجسمك وحتى في محاربة السكري فيه عندنا أيضا الإسباراكوس هذا الإسباراكوس أيضا فيه كمية ممتازة من فيتامين بي واحد كل مائة غرام تعطينا تقريبا 14% إلى 15% من حاجة جسمنا من فيتامين بي واحد وهل يصلح للحلوين؟ نعم يصلح للحلوين عندنا أيضا التوفو ما بعرف شو اسمه بالعربي هذا التوفو هذا معمول من حليب الصوية نفس طريقة عمل الجبنة البيضة حتى إلي معه قصة هذا أنا أول ما أجيت على ماليزيا في التسعينات شفته في السوق الليلي هذا فكرته جبنة شو بعرفني أنا أول مرة أشوفه بحياتي فأخذت كمية منه رحت كنت أكل خبز أياما جبت شوية خبز بالدو وفكروا جبنة بيرا طلع طعمهم هملوش طعم نهائي هذا لازم ينطبخ وينحشي يعني لحوم وشغلات زي هيك بيعملوا الصينيين ومشهور جدا في جنوب شرقاسيا كل 100 غرام تعطينا تقريبا 13% إلى 15% من حاجتنا من فيتامين بي واحد هل يصلح للحلوين نعم يصلح بالنسبة إلي يصلح ما عمل لي أي مشكلة جربته أكلت منه كثير وكنت أفحص بشوف ما بعمل لي أي مشكلة إذا كان عندك حساسية للصوية أو شغلات زي هيك لكن لا تشرب حليب الصوية أنا ما بقول لك شرب حليب الصوية أنا بقول لك كل هذا البينكرد هذا اللي هو زي الجبنة البيضة بيكون جامد وكل مكان أجمل بيكون أفضل هذا من حليب الصوية وممتاز ونافع وما برفع لكش السكر ما عليه مشكلة للسكرية طيب هذا البيتامين ليش بلزمنا شو فوائده لجسمنا ليش لازم يتناوله وما يكون عندنا نقص فيه أول شيء مهم جدا جدا للجهاز العصبي والدماغ مهم جدا مشاكل التنميل مشاكل الخضر مشاكل كذا في الأطراف في اليدين في القدمين هاي سببها نقص في بيتامين بي واحد هذا أول شيء بيعمله ولازم يكون موجود عندنا دماغنا وعصابنا تحتاج فيتامين بي واحد مهم جدا زي باقي الفيتامين بي كومبلكس يعني مجموعات فيتامين بي إنه مهم جدا لصحة القلب مهم جدا لعملية الهضم والإنسان اللي عنده نقص في فيتامين بي واحد رح يكون عنده مشاكل في الهضم وأيضا في قلة امتصاص بعض المعادن أو كثير من المعادن ومن الفيتامينات الأخرى إله كمان شغلة هو معادلة الكربوهايدرات في الجسم إذا ارتفعت الكربوهايدرات أو النشأ أو كذا طلع نزل هذا متخصص في إنه يعمل المعادلة في المواد النشوية اللي موجودة في الجسم وبالتالي أحد الفيتامينات اللي مسؤولة عن السمنة إذا كان عندنا نقص فيه بيكون معرضين للسمنة أكثر إخواني مهم جدا إنه الإنسان يعرف قديش بيحتاج جسمه من كل نوع من أنواع الفيتامينات والمعادن مهم جدا وهذا الفيديو موجود في قناته في اليوتيوب بيشرح لك كل شيء وإن شاء الله إحنا مستمرين على رفع كل باقي الفيتامينات إن شاء الله سبحانه وتعالى بعد ما تعرف هاي الأمور وتتثقف وتثقف نفسك عن كل شيء تأكله أول شيء بدي إياك تعمله إنك تعلن الحرب على السكري وأسهل شيء ممكن تعمله إنك أولا تقطع السكر وبعد هيك تبدأ تخفف النشويات بشكل عام النشويات العالية البسطة البطاطة الدقيقة بأشكاله وأنواعه ومنتجاته انخفف منها وإن شاء الله رح تصير صحتك أفضل بكثير وإذا كنت بتقدر أو قادر على ممارسة رفع الأثقال في الجيم فما فيها مشكلة وبالعكس ممتازة لصحتك وإذا ما بتقدر ياريت تكون رياضة الجري وعلى أقل تقدير المشي وما ننسى إخواني وأخواتي إن معظم مشاكلنا الصحية هي من الأكل وإذا عدلنا أكلنا تنحل مشاكلنا وإلى إخواني وأخواتي المدمنين على الأكل الذين يتناولون ويأكلون ما هب ودب والبي يأكلوا خمس ست سبع مرات في اليوم عندي لكم سؤال متى ستبدأ بتحدي السكري متى رح تنتبه لصحتك وتبدأ تتحدى السكري وتهزموا إن شاء الله سبحانه وتعالى متى؟ أشكركم على الحضور وحصن الاستماع وأشكر أيضا إخواني وأخواتي أبطال عائلتنا أفراد عائلتنا متحدي وقهاري السكري أشكركم من أعماق قلبي وأشكر أيضا كل من سينضم لهذه العائلة إن شاء الله ولمن شاهدني لأول مرة معكم أخوكم الدكتور علي القاسم وإذا حاب تتعرف عليه أكثر ففيديو التعريف عني وعن عملي موجود في صندوق الوصف وإذا حاب تعرف شو رح تستفيد من هذه القناة وانضمامك إلى هذه العائلة فاضل أشاهد هذا الفيديو في هذه القناة إن شاء الله رح تتعلم تقريبا كل ما يخص السكري وكل ما يخص الدهون الثلاثية وكل ما يخص ضغط الدم وكل ما يتعلق بالسمنة اكتشفت أنه عندي سكري بالصدفة في سنة 2007 بدأت أخذ أدوية في 2011 وفي 2017 انتهى فيي الأمر أنه أخذ أربع أنواع أدوية وكان فحص التراكم عندي عشرة وسبعة بالعشرة مع أربع أنواع الأدوية بسبب عدم التزامي بحمية معينة وما بديرش بالي على الأكل فقررت ترك الأدوية وتقريبا درست كل شيء يؤكل كل شيء بتناول وباكله درست دراسة وافية هدف القناة بشكل عام هو أنه نعطيك منظور ومفهوم صحيح للصحة بشكل عام وبنركز أكثر على السكر وضغط الدم والكوليسترول هذا المنظور والمفهوم الصحيح رح يخليك أو يجعلك تتخذ إجراءات وبعض التغييرات الصحية الطبيعية اللي بتدوم مدى الحياة وساعة ما تعرف هاي الأمور رح تبدأ تبحث عن أشياء جديدة وعن أمور صحية جديدة إلك ولصحتك وستتخذ قرار بأنه أنت تتحكم في جسمك مست جسمك يتحكم فيك رح تعرف وتفهم مدى قدرات وروعة جسمك ليس فقط سوف تتعلم كيفية احتمال إضافة سنوات إلى حياتك الأهم أنه أنت إن شاء الله رح تتعلم كيفية إضافة المزيد من الحياة إلى سنواتك ستتعلم إن شاء الله كل ما يخص السكري وتقريبا كل شيء يؤكل ومعلومات مفصلة عنه فإذا كانت صحتك مهمة بالنسبة إلك وبدك تبتعد عن السكري وتبتعد عن ضغط الدم وتبتعد عن السمنة والدهون الثلاثية وما شابه ذلك وتصبح طبيب نفسك نصيحتي أن تشترك في هذه القناة وبإذن الله ما رح تندم رح تتعلم أشياء كثيرة إن شاء الله سبحانه وتعالى وما تنسى تفعل الجرس حتى ما يفوتك أي فيديو لأنه ممكن يكون تغيير حياتك في هذا الفيديو أو أنه يكون إجابة على سؤالك وحل لمشكلتك وما ننسى إخواني وأخواتي أنه مش المهم شو رح نستفيد من مشاهدة فيديو أو قراءة كتاب الأهم شو رح يفوتنا إذا ما بنشاهد أشكركم جدا على الحضور والمشاهدة وأراكم في القمة إن شاء الله وبصحة وسعادة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة